موسيقى أسابع صباحا بتوقيت القاهرة نشرة إخبارية مفصالة تأتيكم من عاصمة الخبر والبداية من العنوين مكو يصل واشنطن وملفات الاقتصاد والحرب في أوكرانيا على قائمة مباحثاته قصف محطة كهرباء في منطقة كورسيك الروسية وموسكو تعلن استهداف الأقمار الصناعية التي تدعم الجيش الأوكراني موسيقى رغم انخفاض إصابات كورونا في الصين العاصمة بيكين تسجل 1300 إصابة جديدة بالفيروس موسيقى 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 وصل رئيس الفرنسي إيمانوال مكو إلى واشنطن في زيارة رسمية وقالت رئاسة الفرنسية إن زيارة مكو إلى واشنطن زيارة استثنائية لأنها الأولى التي تنظمها إدارة بايدن مضيفة أنها تحمل تطلعا قويا للشراكة وإعادة تنسيق العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا في زيارة هي الثانية من نوعها لماكرون والأولى في عهد بايدن يحل الرئيس الفرنسي ضيفا على الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة أولى عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب ملفات عدة تحملها حقيبة ماكرون والذي سيكون أول رئيس فرنسي يحظى بزيارتي دولة إلى البيت الأبيض زيارة تتناول العديد من الملفات أبرزها أزمة أوكرانيا ومواجهة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ فضلا عن قضايا اقتصادية أهمها أسعار الغاز الأمريكي الرئاسة الفرنسية من جانبها لم تخفي أهمية الزيارة التي تتزامن مع تحسن في العلاقات والتي سبق وأن اعتراها بعض الفطور خريفة العام الماضي على خلفية تراجع استراليا عن صفقة كانت مبرمة مع باريس عام 2019 لشراء 12 تغواصة فرنسية صنعة لصالح غواصات أمريكية بريطانية تعمل بالدفع النووي قاصر الأليزي لم يصف زيارة ماكرون بالاستثنائية فحسب بل شدد على أن هناك تطلعا قويا للشراكة وإعادة تنصيق العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا لا سيما وأن كلا الطرفين لديه أهداف سياسية واضحة ويحتاج قلاهما إلى الخروج معا بشكل أقوى من الأزمة الأوكرانية وهنا ربما تكمل نقطة خلاف أولى بين باريس وواشنطن رغم توفقهما بشأن معظم الملفات فبينما ترى فرنسا إمكانية أن تلعب الصين دورا في وقف الحرب تبدو إدارة بايدن أقل ترحيبا بالفكرة إذ يأمل البيت الأبيض بحسب مراقبين أن لا ترغب فرنسا في السمح للرئيس الصيني بلعب دور صانع سلام في أوروبا وإلى جانب الصين تبدو الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدا بشأن ملف الإعانات الأمريكية الهائلة للطاقة النظيفة إذ يخشى الحلفاء الأوروبيون على صناعتهم التي تضررت بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة جراء الأزمة الأوكرانية التي أرهقت القارة العجوز ونتحول إلى تطورات الأزمة الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلنت روسيا أن الأقمار الصناعية شبه المدنية التي تستخدمها الدول الغربية لدعم الجيش الأوكراني قد تصبح أهدافا مشروعة لموسكو وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن الدول الغربية تستخدم مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض لدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية حيث تستخدم للكشف عن مواقع القوات الروسية وترق حركتها وأفعالها والسيطرة على المركبات الجوية القتالية قصفت القوات الأوكرانية محطة كهرباء في عدة هجمات على منطقة كورسك الروسية مما تسبب في انقطاع جزئي لتيار الكهربائية وأوضح حاكم منطقة كورسك أن أوكرانيا شنت نحو 11 هجمة على محطة للكهرباء مما تسبب في انقطاع جزئي في تيار الكهربائي من المنطقة الروسية وكانت السلطات الروسية في المناطق المتاخمة لأوكرانيا قد اتهمت كييف مرارا بمهاجمة أهداف مثل خطوط الكهرباء ومخازن الوقود والذخيرة قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي إن الوضع على خط المواجهة مازال صعبا مؤكدا أن القوات الروسية تحاول التقدم في منطقة دونباس وخاركييف واتعحد زيلانسكي في خطابه اليومي بمواصلة الدفاع في مواجهة القوات الروسية واسترداد كافة الأراضي التي سيطرت عليها موسكو يواصل وزراء خارجية حلف الشمال الأطلسي اليوم اجتماعهم بالعاصمة الرومانية بوخارست وكان وزراء الحلف قد ناقشوا في اليوم الأول من الاجتماع سبل تكثيف الدعم لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية خلف شمال الأطلسي لا يزال على العهد ففي نهاية اليوم الأول لاجتماع وزراء خارجية الحلف بوخارست تعهد الوزراء بتكثيف دعم أوكرانيا ومساعدتها في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة وفي بيان مشترك رفض وزراء خارجية الناتو بشكل مطلق الاعتراف بالمناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا أكتوبر الماضي وهي لوهانسك، دونتسك، وزابوريجيا وخيرسون على قلب رجل واحد هكذا وصف الأمين العام للحلف يينس استولتنبرغ موقف الحلف تجاه أوكرانيا مؤكدا استمرار وقوف الدول الأعضاء إلى جانب كييف وتزويدها بالإمدادات العسكرية والإنسانية كافة تم الاتفاق على أن نتواصل ونواصل الدعم لأوكرانيا وكل دول الحلفاء في الناتو على قلب رجل واحد في هذا الصدد وهذا على سبيل المثال فإن الناتو سيشارك في المساعدات الإنسانية وفي أيضا المساعدات العسكرية وأيضا سيتم إمداد أوكرانيا بقطع الغيار اللازمة وبالذخيرة اللازمة من أجل أن يكون هناك خط دفاعيا قويا لأوكرانيا رغم الدعم المتواصل من جانب حلف الناتو لكييف إلا أن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كليبا طلب بتزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي متقدمة لمساعدتها في صد الهجمات الروسية نحن بحاجة إلى منظومات باتريوت للدفاع الجوي ومحولات للطاقة عندما يكون لدينا أنظمة دفاع جوي متقدمة سنكون قادرين على حماية البنية التحتية في البلاد من الضربات الصاروخية الروسية يمكننا استعادة شبكة الطاقة لدينا وتوفير ظروف معاشية لائقة لمواطنين وهو ما يحاول الرئيس بوتين حرمان نامل وسعيا لحجد المساعدات الأوكرانية لتخطي فصل الشتاء المحفوف بأزمة طاقة تتركز أهداف اجتماع وزراء خارجية الناتو المنعقد بالعاصمة الرومانية يعتزم اليوم مجلس النواب الأمريكي التصويت على تشريع لمنع إضراب محتمل للسكك الحديدية قد تكون تداعيته مدمرة على اقتصاد الولايات المتحدة في غضون ذلك حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن هذا الإضراب سيعرض في حال حدوثه الاقتصاد الأمريكي للخطر وسيهدد العديد من الصناعات في البلاد في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة أكبر موجة تضخم في تاريخها بات الاقتصاد الأكبر في العالم مهددا بخسارة أكثر من ملياري دولار يوميا بعدما وصلت المفاوضات على اتفاق جديد بين أصحاب العمل وعمال قطاع الشحن في الولايات المتحدة إلى طريق مسدود وأيضا مع بداية العد التنازلي لإضراب عمال قطاع الشحن بالسكك الحديدية والمقرر في الخامس من ديسمبر الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الكونغرس إلى التدخل بشكل سريع لمنع إضراب السكك الحديدية مؤكدا أن الإضراب من شأنه أن يكون له آثار مدمرة على الاقتصاد الأمريكي مشيرا إلى احتمال إغلاق العديد من الصناعات وتضرر ملايين الأشخاص والأسر في حال توقفت القطارات من جانبها سارعت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إلى إصدار بيان دعت فيه إلى التحرك لمنع الإضراب الذي وصفته بالكارثي ومن شأنه شل الاقتصاد وتعهدت بيلوسي بالمصادقة على اتفاق مبدئي يتعلق بمطالب العمال وإحالته إلى مجلس الشيوخ تحركات مكثفة ما بين البيت الأبيض والكونغرس لإثناء العمال عن إضرابهم المتوقع والذي يأتي احتجاجا على قوانين العمل والأجور والرعاية الصحية بينما صوتت أكبر نقابات العاملين في السكك الحديدية بالولايات المتحدة البالغ عددها 12 نقابة لصالح الاستمرار في خطة الإضراب عن العمل خلال عطلة عيد الميلاد وفقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع منظومة مضادة لطائرة المسيرة لقطر تبلغ قيمتها مليار دولار من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بانتاجون أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي اخترت الكونغرس بالصفقة المحتملة اليوم انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم اجتماعات الخبراء بدول الأعضاء في منظمة الإيقاد في إطار تحضير للاجتماع الوزاري للإيقاد في دورة عقاده 48 وأوضحت سفيرة السودان لدى جيبوتي رحم صالح العبيد أن الاجتماع يناقش العديد من الملفات المهمة في مقدمتها السلم والأمن بالإقليم والأثار السلبية للكوارث الطبيعية والأوضاع الإنسانية في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة تحتضن العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعات دول الإيقاد العادية 48 بمشاركة وزراء خارجية دول المنطقة حيث انخرطت خبراء هذه الدول في اجتماعات فنية تمهيدا للمباحثات الوزارية تأتي أهمية هذا الاجتماع الوزاري لأنه يعتبر بمسابة استئناف لأعمال المجلس الوزاري العادي لوزراء خارجية الإيقاد لأنه آخر مرة انعقد فيها هذا الاجتماع كان في نوفمبر 2019 الكوارث الطبيعية ومدى تأثيرها في دول إقليم الإيقاد والأوضاع الإنسانية والنازحين والتداعيات السلبية لوجود المجموعات الكبيرة من اللاجئين في دول المنطقة أبرز القضايا التي ستكون حاضرة في الاجتماعات الوزارية الاجتماع عبارة عن تنظيم الإيقاد الاجتماع عند علاقة بالنظر المستقبلية للإيقاد كتنظيم إقليمي كيف ستستخدم لحل مشاكل دول الإيقاد كلها وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية قصوى لجهة القضايا المشتركة بين هذه الدول ويرى مراقبون أن هذه الاجتماعات ستؤسس لعلاقات صحية بين دول الإقليم الآن يمكن أن نقول أننا في الطريقة الصحيح لعلاقات صحية السودان أسيوبيا، جنوب السودان، العلاقات البينية ما بين دول إيقاد وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تشهد فيه الخرطوم تجاذبات سياسية وأزمات اقتصادية إن عكست آثارها على المواطنين ويأمل الكثير من المقتصين أن تجد هذه الأزمات حظها من النقاش الاستقرار الأمني والتغير المناخي والصراعات السياسية الداخلية التي تضرب دول القارة الأفريقية أبرز التحديات التي ستقف عائقا أمام تنفيذها بحسب خبراء ويرهن تحقيق تلك القضايا بتكاتف الجهود وتوحيد الرؤية لدول القارة الأفريقية من الخرطوم محمد إبراهيم هنا القاهرة عاصمة الخبر أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن العاصمة بيكين سجلت نحو 1300 إصابة جديدة بكوفيد-19 وضفت لجنة أن عدد الإصابات أمس ترجع بشكل طفيف بكافة أنحاء البلاد حيث تم تسجيل نحو 37800 إصابة بالفيروس مقارنة بنحو 38700 إصابة يوم الاثنين الماضي ومن أخبار الاقتصاد قالت مصادر بمنظمة أوبيك أن الاجتماع المقرر الأحد المقبل لن يتم خلاله بحث تغيير حصص الإنتاج ومن المقرر أن يركز الاجتماع على اتفاق الاتحاد الأوروبي الوشيك بشأن وضع صقف لسعر النفط الروسي قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد لفرض حضر كامل لمشتريات الخام الروسي المنقول بحرا في الخامس من ديسمبر المقبل ورياضيا حسم منتخب إنجلترا تأهله بسهولة لدور 16 في مونديال 2022 وهذا بفوزه الكبير على ويلز بثلاثية أهداف دون مقابل على ملعب أحمد بن علي ضمن المجموعة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية سجل ثلاثية منتخب الأسود الثلاثة ماركوس راتشفورد نجمو مانشستر يونيتد بواقع هدفين في الدقيقتين الخمسين والثامنة والخمسين وضف في الفوز لعب الوسط ونجمو مانشستر سيري هدفا آخر في الدقيقة الثانية والخمسين بهذا الفوز ارتفع رصيد إنجلترا إلى سبع نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن أمريكا وتذيلت ويلز الترتيبة بنقطة واحدة وضمن المجموعة ذاتها تأهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لدوري 16 بعد فوزه الصعب على إيران بهدف دون رد في ملعب ثمامة وأحرز هدف أمريكا لاعب كريستيان بوليسيتش في الدقيقة الثامنة والثلاثين لترفع أمريكا رصيدها إلى خمس نقاط في المركز الثاني بينما تجمد رصيد إيران عند ثلاث نقاط لتودع البطولة بلغ منتخب السنغال الدورة ثم نهائي لمونديا القطر 2022 بعدما تغلب على نظيره الإكوادورية بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من مباراية المجموعة الأولى الفوز رفع رصيد السنغال إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف منتخب هولندا المتصدر بفارق نقطة واحدة كما حجز المنتخب الهولندي تذكرة التأهل للدور ثمن النهائي عن المجموعة ذاتها وهذا بتغلب على نظيره القطري بهدفين دون رد بهذا الفوز رفع منتخب هولندا رصيده لسبع نقاط ليتأهل في صدارة المجموعة وبعد ضمان التأهل إلى دور ستة عشر لبطولة كأس العالم خاد منتخب البرازيل ميرانا خفيفا استعددا لخوض الجولة الثالثة للمجموعة السابعة ويغيب عن صفوف منتخب السامبا في المواجهة المقبلة كل من نيمار ودانالو وأليكس ساندرو بسبب الإصابة ويكفي منتخب البرازيل التعادل في لقاء الكاميرون من أجل ضمان التأهل في الصدارة إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية وهذه تذكرة بأبرز العنوين مكهون يصل واشنطن وملفات الاقتصاد والحرب في أوكرانيا على قائمة مباحثاته قصف محطة كهرباء في منطقة كورسك الروسية وموسكو تعلن استهداف الأقمار الصناعية التي تدعم الجيش الأوكراني رغم انخفاض إصابات كورونا في الصين العاصمة بكين تسجل 1300 إصابة جديدة بالفيروس إلى هنا تنتهي نشرتنا للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرانيوز دوت نات كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، انستجرام ويوتيوب ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 في بيرتكل إلى اللقاء هنا القاهرة عاصمة الخبر اشتركوا في القناة